اشتركوا في القناة في موضوع له أهميته وجدير بالحديث فيه وبالعلم به والعمل وهذا الموضوع اقتراحته شؤون التوعية في المسجد الحرام ضمن برنامج توعوي عن أحكام الصيام ومتعلقاته من تلاوة القرآن وقراءته في هذا الشهر المبارك وغير ذلك من متعلقات شهر رمضان هذا الموضوع أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات هو عن القرآن الكريم فضائله وأحكامه وكتاب الله جل وعلا غني أن يبين فضله وأن يتحدث عن شأنه والمسلمون والحمد لله وأسأل الله جل وعلا لنا جميعا أن نكون من هذا الصنف هم أهل القرآن وهم خاصته وهم أهل الله وهم خاصته ولكن التذكير والمذاكرة والمدارسة أصل معتبر في الشرع قال الله جل وعلا وذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال جل وعلا سيتذكر من يخشى يتجنبها الأشقاء فبين الله جل وعلا أن أهل التذكر وأهل الإدكار وأهل الاعتبار إنما هم أهل الإيمان وأهل الإسلام فهذه من التذكرة ولكم جميعا أيها الإخوة الكرام كتاب الله جل وعلا القرآن الكريم هو خير الكتب وهو أفضلها وأكملها وأتمها وأحسنها وأعظمها وصفه الله جل وعلا بأوصاف عظيمة فبيّن أنه مصدق لما بين يديه من الكتاب وبيّن جل وعلا أنه مهيمن على ما سبقه من الكتاب وأنه كلام الله جل وعلا الذي نزل به الروح الأمين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تذكرة وعظة وعبرة وحجة على الناس أجمعين بل على الخلق أجمعين من الإنس والجن المكلفين وصفه الله جل وعلا بصفات عظيمة أنه هدى وأنه رحمة وأنه شفاء لما في الصدور وأنه تبيان لكل شيء وأنه كتاب عزيز وأنه قرآن عظيم حفظه الله من التحريف والتبديل والتغيير أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء هدى ورحمة هدى للمتقين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين يدعو إلى الحق وإلى صراط مستقيم وصفه الله بأنه الصراط المستقيم والحبل المتين والمنهج القويم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون أمر الله بتلاوته وبتدبره ونهى عن هجرانه وذم من يهجره ونعى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه الذين اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وأمر الله جل وعلا بترتيله وتدبره وتلاوته وبيّن أنه يسره للمدكرين وللمتذكرين وللمعتبرين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر واعتصموا بحبل الله جميعا كتاب مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب فاقرأوا ما تيسر من القرآن اتل ما أوحي إليك من ربك فاستمسك بالذي أوحي إليك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدريم الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي بهما نشأ من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم هكذا يبين الله جل وعلا وظيفة هذا الكتاب العظيم ووظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله جل وعلا يسر له قراءة القرآن وجمع القرآن فإذا قرانه فاتبع قرآنه إن علينا جمعه وبيانه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرانه فاتبع قرآنه ولتلاوته آداب عظيمة منها الإخلاص لله جل وعلا والتقرب إليه تبارك وتعالى بتلاوته فإن تلاوة القرآن بتدبر وتعقل وتفهم وترتيل ورتل القرآن ترتيل والتجويد وإتقان وخشوع وسكينة إن ذلك من أعظم القربات من أعظم القربات والطاعات عند الله جل وعلا استماع القرآن العلم به والعمل فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الخشوع والسكينة عند التلاوة بتدبر وتعقل أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب التخلق بأخلاق القرآن الإيمان به والعلم والعمل الإيمان بمحكمه والعمل الإيمان به كاملا تاما ولكن بعد ذلك ينقسم القرآن إلى قسمين قسم للعلم والعمل وهو المحكم وقسم للعلم والإيمان وهو المتشابه إذا كان يعلم فأما المتشابه الذي استأثر الله بعلمه لأن المتشابه في الجملة على نوعين نوعا ممكن يعلمه أهل العلم وما يعقلها إلا العالمون فأعلم أنه لا إله إلا الله أستغفر لذنب كول المؤمنين والمؤمنات وقسم من المتشابه لا يعلمه إلا الله جل وعلا سأثر الله بعلمه فهذا يؤمن به ولا يطلب علمه ولا يطلب علمه وأما المتشابه الذي يعلمه أهل العلم فيطلبون علمه ومعرفته ولهم في ذلك أجر وثواب وهذا مبني على الوقف في قوله جل وعلا والراصخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب بعد أن بيّن الله جل وعلا أنه أنزل الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب أي أصله وأساسه ومرجعه وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما التشابه منه ابتغال فيثنا ابتغال تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراصخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا على حسب الوقف على حسب معنى الواو فإن كانت الواو عاطفة فمعنى ذلك أن هذا المتشابه مما يعلمه أهل العلم وإن كانت الواو للاستئناف والوقف عند قوله تعالى ومعلم تأويله إلا الله أي تفسيره فحينئذ يكون هذا المتشابه مما لا يعلمه إلا الله أو أن المراد العلم الحقيقي وليس العلم النسبي والعلم الحقيقي في المتشابه لا يعلمه إلا الله جل وعلا إلا ما علمه من ملك مقرب أو من نبي مرسل عليهم الصلاة والسلام تطهير القلب من المعاصي اتقوا الله ويعلمكم الله القرآن نور ونور الله لا يهدى لعاصي كما هو معلوم تخلق بأخلاق القرآن أهل القرآن ينبغي أن يعرفوا في نهارهم وفي ليلهم وفي سمتهم وفي هداهم وفي كلامهم وفي صمتهم وسمتهم الصمت له معنى والسمت له معنى ولا يخفى عليكم إن شاء الله قال الله جل وعلا واصف النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم كان خلقه القرآن هكذا قالت أم المؤمنين زوجه والخبيرة به والمعاشرة له وهي زوجة وهو زوج في بيتها وفي بيته وهو رسول رب العالمي وإمام المتقم وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعي قالت لمن سألها عن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم كان خلقه القرآن من آداب تلاوة القرآن وحامل القرآن أن يتلقى القرآن على معلم متقن ناصح صاحب خلق ودين وعقيدة صحيحة وسنة بينة الاكثار من تلاوة القرآن فإن بكل حرف عشر حسنة إلى سبعمائة ضعف لا أقول آلف لا أميم حرف ولكن آله حرف ولا من حرف وميم من حرف الآية منه من كتاب الله جل وعلا أعظم من ناقة كوما أي سمينة عظيمة السلام إلى آخره وهي أعظم وإن التمثيل بالشيء الأعظم وتشبيهه بالشيء الأدنى منه إنما هو للتقريب وليس للتحقيق كما هو معلوم من أهل العلم استقبال القبل عند تلاوته من آدابه استقبال القبلة إذا تيسر للتالي وللقرآن فضل في تلاوته الأجر العظيم والثواب الجزيل شفاعة القرآن الكريم لصاحبه محجة القرآن عن صاحبه شفاعة له يوم القيامة استماع الله جل وعلا لتلاوته استماع الملائكة حضور الملائكة ما جلس قوم في بيت من بيوت الله تلون كتاب الله جل وعلا ويتدارسون فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده تطيب فم القارئ بالتلاوة بالسواك والطيب ونحو ذلك وتعلمون الملائكة أنها تحضر قراءة القرآن بل قد ورد أن الملك يضع فيه على في القارئ إلى آخر ما ورد في ذلك ومن أحكام القرآن وجوب الإيمان به والعلم والعمل فإن الإيمان بكتب الله جل وعلا التي سماها وأخبرنا بها أحد أركان الإيمان كما تعلمون إيمان جملي وإيمان تفصيلي فالإيمان الجملي بما أخبرنا الله به جملة مع الاعتقاد الجازم لأن الإيمان معناها الاعتقاد الجازم والإيمان التفصيلي بما أخبرنا الله به على وجه التفصيل وجوب العمل بالقرآن القرآن العظيم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي وحي يوحى وما ينطق على الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى السنة بيان للقرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فإذا جمعنا بين القرآن والسنة فقد اكتملت الشريعة واكتمل البيان وعظم الشأن وتوضحت السبل وتبين الصراط المستقيم واتضح المنهاج القويم لا نحتاج بعد كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قرره علماؤنا من أهل السنة والجماعة بالبيان والإيضاح والتفصيل لا نحتاج ولله الحمد إلى شيء غير ذلك ففيهم الكمال وفيهم التمام وفيهم الشفاء وفيهم الهداية وفيهم الرحمة والفضل والإحسان اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلني وإياكم والمسلمين أجمعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعمل بمحكم القرآن ويؤمن بمتشابهه ويعلم حدوده وحروماته ومن من يعظم شأنه ويعمل به ويكون معه فإن هذا القرآن حبل الله المتين طرفه بيد الله وطرفه عند الناس أسأل الله جل وعلا أن يهل علينا هذا الشهر المبارك بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيه الإجتهاد والجد والطاعة والاستقامة وأن يمن علينا فيه بالفضل والرحمة والعفو والعافية نحن وجميع المسلمين أجمعين وأن يرفع الله الأذى ويدفع البلاء عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة صلى الله جل وعلا أن يوفق ولا تأمرنا وأن يجزيهم عنا وعن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن قرآننا وكتاب ربنا خير الجزاء وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه وأن يجمع بهم الكلمة وأن يؤمن بهم السبل وأن يحفظ بهم الحقوق إنه لذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين